أكثر موضوع لديه بخلق الجادال في السوشيال الماديا والموضوع دي الملاكمة الجزائرية إيمان خليف من بعد النزال دي لها موحد ملاكمة إيطالية وغلباتها في غضون 30 ثانية هاد ملاكمة إيطالية اللي اسمشها أنجلينة كلين مشات عند المدربة ديالة قاتلها باللي هتشيراه ماشي عادل رسيدة عندها عندها لكمانش دي الواحد راجل رامي ممكن فقالت لها تشيرها مشي عادل ره ما يمكنش أنني أنا غدا ندخل في نزال مع وحدة عندها جيناد للراجل ره ما يمكنش فمويم حسيمت المباراة وتغلبت عليها الملاكمة الجزائرية إيمان الخليفة فمن بعدها ضعت واحد ضجة واسعة من جميع اللزام في يونسور في الغرب خصوصا في إيطاليا لدرجة أن رئيسة دي الإيطالية خرجت في تصريح وقالت باللي هتشيرها مشي عادل واللجنة الأولمبية خستتدخل في الواقعها هذه وخستت بحث في الأمر لأن ره ما يمكنش لأن أصلا في 2023 الملاكمة الجزائرية سبعدت في البطولات العالم للسيدات في نيو ديل هي سبعدت لأنه عندها الهرمون للتستيرون طالع ديل بالصحفاء كين المؤيدين وكين المعارضين كلي كيقول باللي السيدة رم من حقها مدام هي مرأة مدام عندها جسم مرأة وهي مرأة من حقها أنها تشارك في البطولة للنساء هي رب يخلقها عندها الهرمون للتستيرون طالع فمن حقها وكينين وحدين أخرين قالوا تشير مشي عادل درجة أن تأينه الماسك بحداته تخيله أغنى رجل في العالم تهو خرج بتغريدة في اكس وكيقول باللي هاد شي راها ماشي على دبل فالإخوان أجي نظر ونعطيكم الموقف ديري من هذا الواقع أولا خاصة نعرفوا باللي السيدة كتبقى أنت أنثى راها الإخوان مدام هي مرأة من حقها أنها تترك في البطولة للنساء إمتى إمتى ما بلانش إلا إلا كانت هي رجال ولا شي بلان بحلكة مدام هي أنثى فمن حقها أنها تترك في البطولة للنسائية هذه اللولة ثانيا تقل هجوم اللي تعرضت للسيدة هو هجوم بزاف هجوم غير مبرر راها ميمكن شفينتي راها بزاف دل اللي كي يديروا هاد الرياضة دلها بوكس خصوصا في الفئة دلنساء كيكونوا عندهم الهرمون التستوستيرون فعلا شوية وأجي الإخوان داخل في الفجينات وداخل في بزاف دل أمور إخوان لم ندخلوا في هاد الحيتيات لأن داوي الاختصاص هم اللي غادي أطيوك فهمتي اللي غادي أطيوك للإجابة اللازمة على هاد الأمر هاد غير هو أنا يا الموقف ديالي ما بلانش ما أخش السيدة تتعرض لها دي لأنا كتبقى مرأة هاد هو الموقف ديالي أنا فاد الواقع أصلا دايج السوب عادت في حالة هادية تحامل مركة السباد وبزاف كيقولوا باللي حق إلا كانت مثلا شي مرأة عندها التستوطالة فضنك القوة الجسمانية ديالي غا تكون بطبيعة حال قوة من المرأة ولكن يقول باللي ولكن يقول باللي حتى لا يكون ذلك ذلك كفة متعادلة لأنه لا يمكن أن نقارنه مثلا لا يمكن أن نقارنه مثلا تضاهره بوكس ونجيبه راجل ومرأة ما فهمتوك بغان نتوصل لكم ولكن السيدة تقام مرأة را هاتتي أدوال بلان السيدة را مرأة مادام هي ملاكة من النساء وهي مرأة يعني مثلا هي الجسم دياله مرأة من حقها تشارك في ذلك الملائرة ما يمكن أن نستبعدوها ونحيدوها ونقول لها هذا كيف يبقى الرأي ديالي هذا الموقف ديالي كل موقف ديالي ما يمكن أن نحيدوها ونقول لها لا عندك الحق يعني السيدة في أخانة سنضعها هي تريد الملاكامة تريد الملاكامة تريد المدالية ذهبية بين قوسنا الإخوانات أهلات ربع نهائي تريد المدالة الجزائر من حقها؟ لكن من حقها؟ نحن مرة أخرى لأننا أعضل القناة في المغرب بأعطاء على خارج أما أن يكون كل الإخوان من قريبا الأخوان الذين سأرسلوا سأقوم بمتازنين وأنا أقول لكم ديالي هذا القناة من نفس البنية الجسمانية لديها السيدة هذه هاد البنت هذه عندهم نفس البنية الجسمانية الطولة وعندهم منك العمورية وعندهم ماذا راح كيني ابنها الإخوان اللي كتنظرهم للأحية هي درية ولكن كتنظر للأحية وكتلقى عندك كتاف وكتلقى عندها طولة فارعة لأنها عندها المنصوب للتستو طالع وكادميتال كتلقاه رجال اللي عندهم منصوب للأستروجين طالع يلي هو الهورمون أنتاوي راح كل واحد ربي كيفاش خلقه كل واحد ربي كيفاش اعطاه هذك الشي ولكن من هاد شي كامل لمرأة وش هي مرأة أو رجل هي مادام هاد إيمان اسميشها إيمان مرأة فمن حقة أنها تشارك من حقة أنها تدخل البطولات من حقتها هي أنها تمتل بلاد الجزائر فدونك أعطوا لكن الإخوان أعطيت السوشيال ميديا رامي مكنش الإخوان رامي مكنش لا أعطي أخويش لا أعطي أخويش كتبقى تشوف في يوم كتقول ما شاء الله وصافي فيهم شي ما عرفتش إيمان مرأة إيمان مرأة من حقها تشارك في بطولات نسائية مكنش غدين دخلوها بطولات رجالية ما حتى هي مرأة نهار ستبتل من إيمان اسمية دي لراجل وهي دور اختصاصي دخلوها وهي فحصوها وللقاوها راجل تسعى الرواية تختلف ما حتى هي بقى مرأة فهي من حقها راح اللجنة الأولمبيانية هات تأبروفي هزا البنت تأبروفيها بشارك غير هكيك راح كيمشيوا كيدرو تسد دل الزعومون راح الاخوان عندهم واحد فرقة طيبية دل الأمور هادو راح مشي أي وعد غدي شارك في زول المباة باش فاهمو راح كيدخلوه كييجيبو لاتس بزيف دل الزعومون تسد دل الزعومون ووشي ياخدو مون الشيطات راح بزيف دل الحويج كان شحال دي كتدوز شحال دي كان كان شي حاجة كدوزح الطابرة دابا الامور را 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 مزيّرة دي لبصح را ميمكش اي واحد انهو شارك وانا كنقول واحد حاجة اخرى انا مغريبي يا الاخوان انا مغريبي وانا كنحب بلاده وكن عشق بلادي وكنقول لكم ديما الاشي واحد قاس بلادي او طيح من بلادي غادي ننوضلي وانا كنظرع لها الناس الجزائر اللي ديك يبقى يطايحوا بالبلاد دياليكتا ما انا الى بانثي اشي حاجة لها غير منصفة را غادي نشيها لها دوك الناس ليوم الجزائرين اصلا جزائريا الاخوان عندي متتبعين بزا بش بلا ما ينضوا لي يا يقولوا يا وحق انت يا ارا الاخوان جزائريا كيبقى اخوتنا الاحرار الزوانين طريفين را كينين جزائريا طريفين يبلا بيقى يعدى ابنة من هدي قولي او انت يا امرا واتباركه صحبي وهدي يراه الاخوان ارا ما عديش مع هات الامور هادو انا انسان محايد انا شي واحد قاس بلادي قاس لي واحدة تورابي هدي البلادي هدي ننوضلي مكنش هديش الاخوان انا انسان محايد انا هادي البنت هدي القادية هدي يدى بل يكلش نايدة لها لاش لاش سيدووش كتقدمونا الشيطات ايه لا كانت كتقدمونا الشيطات غتنوض غتنوت غتتقشع إلا كانت سيدة عندها حويش إلا كانت إلا تفحصات وهذا راكنوا غادي يقولوا غادي صار حبارة من كش أنهم غادي خليوا تلعب زي ما تلعب في أحد البطول الإنسائية إلا وإلا هي مرأة ضونك هي مرأة مرأة بيخلقها عندها هرمون أنت وطالة ضونك بلا مقاول فامتي نقوم نزيدوا فيهم قاول إخوان هذي كلها بدي النهاج مكاملين وقوت لبوسط الأمور كل تحية والتقدير للشعب جزائري ويسهل عليكم تتعلموا في هذه الزونامبياد وتتعلموا الميداليات لبلاد ديالكم ونتمنى أن الفيديو كنا جابكم وما تنسوش لنكم تبارتاجي تغطينا الآراء ديالكم باحترام الإخوان أهم حاجة الاحترام واللي بغا يناقش يناقش بموضوعية ولا يناقش إلا شي واحد عنده شي معلومات عن هذ أمور هذو موهم أي حاجة اللي غادي تفيد الفيديو أو غادي تفيد لأنهم يفهمون الأمور يعطيناها مثلا ما قال مثلا شرح مثلا شي حاجة في حلقة يعطينا الإخوان بلا ما قوت تفلسيف بلا قوت قضية تفهموا لي على ذلك شي ما عندي شما واللي عنده شي موضوع أو شي قصة أو شي حاجة بغا يبغا يتوني نناقش فيها أو شي حاجة في حلقة يسافت لي يفميسنجر عندي يفايسبوك يكشب لي في تعليق وادشي لكينا الإخوان وتبارك الله عليكم ما هي المحترمة في عين الرجل المحترمة في عين الرجل بكل بساطة هي المرأة اللي كتبع لك مرأة محترمة مرأة دا يخلق سوق رأسها مرأة لا تترخش رأسها لا تتحكمها لا تتحكمها لا تتحكمها المحترم اللي عاطق من رأسها اللي هي جوهار بحدها صعيب شو واحد يصل ديك الجوهار هذه المحترم في عين الراجل اللي تقدر رأسها اللي تحتار من راجل الطبيعي اللي عندها شخصية قوية وكاريزماتيكية المرأة اللي عندها شخصية قوية وكاريزماتيكية وكاريزماتيكية كيف نعرف العلاقة وش غير من طرف واحد؟ خبي اسمية ديالي على أساس حالي اسمية ديالك رأكونش بغي يعرفها وفي حالي غادي تطلع أصلاً فإلا بغيت تعرف وش الحب غير من طرف واحد رأمن الأفعال لك الإنسان اللي معك الإنسان اللي يبغيك رأك غادي يبينه من الأفعال دياله يعني يقاتل قاديمة معاك ديما كثور فيك ديما هذا شي كامل أمن لك من طرف واحد اللي هو داب انت مثلاً كتيك تبغي غرادك السيدة ويدك السيدة ما كديش دك شي لي قتليك فعرفوا رأمن طرف واحد اللي هو انت شفو يمسي